جيش من المستشارين في العراق من دون خبرة أو كفاء مع الافتقار لأي ضوابط قانونية أو حتى سياسية تحدد شكل وآلية اختيار المستشارين في الرئاسات الثلاث مع وجود قانون متخصص بتنظيم عمل المستشارين أقر عام 2017 في مجلس النواب لكنه لم يدخل حيز التنفيذ ولم ينشر في الجريدة الرسمية لغاية الآن ويأتي عدم نشر القانون بسبب ضغوط حزبية وسياسية تسعى إلى أن تبقي مناصب المستشارين ضمن ما يعرف بالدرجات الخاصة التي تتقاسمها الأحزاب عند تشكيل الحكومات عشرات المستشارين الذين عينوا في الرئاسات الثلاث غليبيتهم ينتمون إلى الأحزاب التقليدية ويختارون بطريقة المحاصصة الحزبية والطائفية يحصل ذلك مع أن قانون المستشارين نص على أن لا يتجاوز عددهم في الرئاسات الثلاث ستة مستشارين لكن الرئاسات الثلاثة لم تلتزم بهذا العدد وكما أن آلية اختيارهم تخضع لتوجهات وآراء ورغبات حزبية إذ يذهب منصب المستشار إلى بعض الشخصيات مجاملة لهم على خدمات سابقة لأحزابهم وتؤكد مصادر سياسية أن أكثر من ثلاثين مستشارا عينوا في رئاسات مجلس النواب والحكومة والجمهورية في أثناء حكومة محمد الشياع السوداني حاليا مع الإبقاء على نحو ثلاثة عشر مستشارا لم يستبدلوا مؤكدة أن رئاسة الحكومة تضم نحو اثني عشر مستشارا ورئاسة البرلمان أكثر من خمسة عشر مستشارا ومثل هذا العدد في رئاسة الجمهورية هذا فضلا عن عشرات المستشارين الآخرين الذين يحملون هويات صادرة من وزارات وهيئات مختلفة لكنهم في الحقيقة لا وظيفة حقيقية لديهم وفي الوقت نفسه يتمتعون بامتيازات مالية وأفراد حماية منصب المستشار يدرج ضمن المناصب الخاصة في العراق وحدث أن اتهم أكثر من مستشار بقضاء اختلاس ودخول على خطوط الاستثمارات والحصول على عقود وصفقات كان آخرها فضيحة المستشار السابق هيثم الجبوري الذي اعتقل على خلفية صفقة القرن ليظل هذا المنصب رهين الرغبات والمحاصصات الحزبية ودليلا على حجم الفساد المتغولي داخل الطبقة السياسية